اخواني في الله وتعالى حبيبنا سير مع الخطوة بعد الخطوة الشباب في القرآن قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا وهو شاب قال ابن عباس ما تعلم وما أوتي العلم عالم إلا شاب قال ربي عن أنبيائه قالوا سمعنا فتى يذكرهم فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قال الله عن يحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية هل صليتم على رسول الله قال ربي عن النمازج لما عردت على هذا الشاب الفتنة يوسف بن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام لما عردت عليه الفتنة من زوجة العزيز قال الشاب الصالح قال معاذ الله إنه ربي أحسن ما الثواي إنهم الشباب الذين قال الله تبارك وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب إذ أوى الفتية فتية حملوا أمانة أمة وانتصروا في النهاية ولأجل هؤلاء الشباب الذين تربوا على مبادئ الحق غير الله لهم مضار الشمس ومضار الليل والنهار هل صليتم على حبيب العزيز الغفار نعم راجع صورة الكهف وخاصة هذا القصص أو هذه القصة قصة أصحاب الكهف نعم يا أحبابي إنهم فتية الشهادات التي حصلوا عليها تخرجوا من أي جامعة من جامعة الإيمان اسمع قال ربي إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نعم يا أحبابي هؤلاء الشباب لما آووا إلى الكهف قال لهم ربي فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم ها يا أخي اسمعها جيد من رحمته شيء من رحمته شيء بسيط سوف نعطيه لكم من رحمته لم يقل سوف يستصيبكم الرحمة لا شيء من رحمة الله أي شيء هذا لما أوى الفتية المؤمنة هؤلاء الذين خرجوا لله وصبروا على مرضات الله ودخلوا في الكهف غير الله لهم مدار الشمس غير الله لهم مدار الليل الزمن لا يجري عليهم الزمن يا شباب لا يجري عليهم قال ربنا تبارك وتعالى لما أوى الشباب إلى الكهف أول حاجة ضربنا على آذانهم فلا يسمعون شيئا حتى لا يستيقزوا ثم بعد ذلك وترى الشمس إذا طلع التزاور عن كهفهم زات اليمين وتقردهم زات الشمال سبحان الله وبعدين يا أحباب إخواني في الله وكلبهم باسط ضراعيه بالوسيل هكذا يا أحباب إخواني مر عليهم تلتمية وتسعة سنة وهم في هذا المكان إذا خرجوا هل يخرجون كهولا لا والله خرجوا كما دخلوا شبابا صغيرا حفظهم الله